يلا بينا بقى اقول لكم طريقتي في تخزين ورق العنب. اه كل سنة انتم طيبين ده موسم ورق العنب. واحسن وقت تخزيني فيه هو اه دلوقتي. هجيبي بقى الكمية اللي انت عاوزاها. وهتبدأي بقى اجيبي الورق ورقة ورقة بالشكل ده. حاولي ان انت يعني مش هنخسله طبعا. لان لو غسلته وتبلم مية هيتبهدل منك ويبوز. احنا هنجيبه زي ما هو ناشف كده. وحاولها تمسحيه باديكة وبقى ماشى بتاع المطبخ على السريحة كده. وهنبدأ ان احنا نرسه كله فوق بعضه. وحاولي تخلي الورق اللي هو كله بحجمه واحد فوق بعضه. يعني الكبير فوق بعضه والوسط والصغير اللي خالص. طبعا? وهنبدأ بقى ان احنا هنخزنه بطريقتين مختلفتين عن بعض. وطبعا انا نجربة الطرق دي. وطلع معي مظبوط جدا. يقعد معاك من السنة للسنة. ولا يتكسر ولا لونه يغير ويفضل معاك كده بنفس اللون بتاعه الاخضر المنعنى الجميل ده. هتجيبي بقى الورق وتبدأي تحطي كده على بعضه. وتحاولي تخلي اللي هو السق بتاعه يعني او مش عارف بتقوله عليه ايه. اللي هو فوق ده تخليهم كلهم كده مع بعض. علشان احنا هنربطهم كده زي ما انتم شايفين بالشكل اللي هو في ده. هتحاولي بقى تقسمي الكمية اللي معاكي هتقسميها على نصين تعملي كل طريقة بنص الكمية. حابة تعملي بقى تختاري طريقة من الطريقتين وتعملي الكمية الورق العنب كلها بطريقة واحدة تمام. حابة ان انت تعملي الطريقتين برضو تمام. انا حابة ان انا اعمل معاكم الطريقتين عشان الطريقة اللي تعجيبك تعمليها بها. هبدأ بقى رص ورق العنب كله كده آآ على بعضه. تمام? واجيب بقى اي آآ رباط وابدأ اربطه به سواء خيط او آآ ده ورق فويل كده انا لفاه على بعضه. وابدأ ان انا يدب بس كده امسك بيه الورق بالطريقة دي. وطبعا هتخليها كده على جانب وتبدأي بقى انت تعملي باقي الورق بالشكل ده. مش بياخد منك وقت خالص. زي ما انتم شايفين بالشكل ده. هجيب بقى العلبة اللي انا هخزن فيها. تكون لها غطى كده. وابدأ ان انا ارسه بالطريقة دي. وتحاول تخلي كده آآ يعني في الرس عكس بعضه. على اساس ان هي تاخد كمية معقولة. وطبعا هتحطي وتضغطي جامد عليه. علشان هو بيبقى هايش كده. فانت هتضغط عليه عشان العلبة تاخد كمية كبيرة. زي ما انتم شايفين بالشكل ده. دي كانت اول طريقة. هنبدأ بقى الطريقة التانية هنشيل اللي هو العرق بتاعه او اللي الساق بتاعه بالطريقة دي. وطبعا ما ترموش خليه لانه بيدي مزازة حلوة جدا. لما بتيجي تعملي آآ ورق العنب بتحطيه في ارضية الحلة. بيدي مزازة حلوة اول المحش. خليه في كيس كده الواحده برضو وتخزيني. بدأت ارس ورق العنب على بعضه بالطريقة دي برضو. واجيب بقى استريتش راب. وابدأ ان انا آآ افرده وابدأ الف ورق العنب بالشكل اللي هتشوفه دلوقتي. مش عندك البكرة دي. ممكن ان انتي آآ تحطيه في اكياس عادية من بتاع تخزين آآ الحاجة في التلاجة بس. تمام? وابدأ ان انا الفه رول. وبعد كده الفه بالاكياس بالطريقة دي. وتقطعي بقى بالمقص. وهتحاول ان انتي تقفلي من الطرفين بالشكل ده. هتخرجي من الفريزر. هتشيليه برضو من الكيس. وبعد كده هتحطيه على طول في المية آآ على النار اللي انت مجاهزها. وهو على طول آآ بيفك كده وبيبدأ ان هو آآ يتسلق معيك بكل سهولة. هنجيب بقى برطمان آآ ده برطمان مخلل. آآ طبعا غسله من الشيفاء كويس جدا. وابدأ ارس فيه بالطريقة دي الكمية اللي انا عملتها. يبقى انا عملته بطريقتين مختلفتين. الطريقتين احسن من بعض. حلوين جدا. وزي ما قلت لك حابة تعملي الكمية تورا العنب اللي هتخزنيها بطريقة من الطرق دي. تمعم. حابة نيت اسميها وتعمليها بطريقتين برضو مش هتخسري حاجة بالعكس. هما طريقتين حلوين جدا زي ما قلت لك وانا مجربهم. آآ كانت حلوة او معي واقعدوا معي من السنة للسنة بنفس اللون ده. ولا تكسر ولا اي حاجة باخد الكمية اللي انا محتاجها. واسيب الباقي في الفريزر زي ما هو كده. ودي بقى العلبة اللي انا مخزنها فيها برضو بالطريقة الاولى هتشيل كده الورقة منها بكل سولة خالص وهو مدمد وتحطيه في الماء على طول. بيتبقى معاك ويطلع كده مرسوس في بعضه. مش بيتعبك خالص. آآ وبصراحة بجد بجد يعني الطريقتين احلى من بعض. اتمنى تكون آآ الوصفة النهاردة والفيديو عجبكم وتكونوا استفدتم منه. لو عجبكم ما تنسونيش بكومنت حلو منكم. ولو حابين ان انا عامل معاكم اي فيديو سبولي بقى بكومنت كده وانا ان شاء الله ابقى جاهزة ان انا اعمل لها لكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.